احنا اجتمعنا مرتين يعني في القاهرة مرتين اجتماعات مطولة الحقيقة وتوصلنا لهذه النقاط على طول الأمس النقاط التي لن تعلن عنها نعم الآن هي معروفة عند الناس هي شروط الترشح للانتخابات الرئاسية خارطة الطريق احنا الآن نعد فيها حيكون فيه ثقاء قريب هل نقشت خارطة الطريق في هذا الاجتماع؟ نعم وسنعلن عنها في ليبيا في مدة قريبة اقرب مما يتوقع الكثيرين طبعا كان المفروض ان يحضر السيد عبدالله بتلي في هذا الاجتماع القاهرة لكن احنا حفاظا طبعا كان فيه تعليق للتواصل مع مجلس نواب على موضوع المحكمة الدستورية فاحنا قررنا ان لما يرفع التعليق نلتقي بشكل سريع ولما رفع التعليق قال مفروض بلغتوني قبلها بشكل كامل لكن يدعم هذا الامر وبعث لنا رسالة بهذا الشأن احنا حيكون فيه لقاء قريب بيني وبين السيد عجيلة صالح في ليبيا بحضور سيد عبدالله بتلي نعلم فيه خارطة الطريق ونوزع فيه النسخة النهائية الموقعة والمعتمدة من القاعدة الدستورية اتفقنا عليها خارطة الطريق اللي وخضراتكم تناقشتم بشأنها هنا هل اتفقتم على مدى زمني؟ نعم ما هو المدى الزمني؟ ما زلنا لحد الآن نتحفظ عنه لكن هو حيكون قريب جدا جدا طيب ما هي التفاصيل؟ هل من ضمن التفاصيل المتعلقة بهذا الاتفاق الذي جمعته القاهرة؟ أزمة السلطة التنفيذية؟ المناصب السيادية؟ الانتفابات الانتفابات الرئيسية؟ هي ملفات نحن لاحظنا أن تداخل الملفات خربت الأوراق اللي في كل ملف فقلنا خلينا نركز الآن نركز فقط على موضوع القاعدة الدستورية لأن لما تتحدث عن القاعدة الدستورية كل الناس تعرف أنك تتحدث على أمر يريده الناس لكن مجرد حديثك على السلطة التنفيذية أو على المناصب السيادية أو غيرها يقولوا آه هذا يحكي على مصالح فإحنا حكينا فقط في القاعدة الدستورية حتى ننجز هذا الأمر بدلا ما نأتي لموضوع الانتخابات ماذا نحتاج لإجراء الانتخابات؟ هل يمكن إجراء الانتخابات في ظل حكومتين؟ وإلا لا هذا الأمر حتى الناس ستشارك فينا معاه والله لو الناس قالوا خليهم حكومتين ودروننا انتخابات مثلا معنى ذلك أنه حضرتك هتوضع كل ما تتطفق عليه إذا الاستفتاء؟ لا 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 هنخضع نقطة الخلاف فقط الاستفتاء لا 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 لا